نسبة لنادي الزمالك فريرا عجباني جدا سياسته هو طول الوقت في اجتماعات مع اللعيبة طول الوقت في كلام مع اللعيبة طول الوقت بيديهم سخة طول الوقت بيديهم تحفيز 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 يعني راجل شاطر يعني اتطمن على اسلام جابر اللي اتمرن بشكل كويس كان عنده اجهات كده على مستوى السمانة لكنه اتطمن عليه بشكل تمام التمام هو كان سعيد جدا بأداءه في المباراة القادمة لسه عمر السعيد بيقدي المرانة التأهيدي يعني يوسف اسامة ومحمد حسان بيس يوسف اسامة الحقيقة جات له اصابة في توطيت سخيف لان الولد كان وصل لفرمة رائعة فرمة هائلة لكنه جات له اصابة ورغم انه الزمالك ما عندوش لعيبة كتيرة لكنه لا تشعر ابدا 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 بأي نخصان خالص تحس انه كأنه الفرقة الدنيا عندها ماشية بشكل كويس ولا كأنه عندو حاجة طلق بقى امام عشور بقى واحد من النجوم بشكل جيد جدا مع الفرقة استغل لاخصى تقدير سيف الجزيري زيزو بنشرق قبل ما يمشي دلوقتي شكبالة اوباما موجود على دكة البودلاء عندو مجموعة من اللعيبة عارف يوظفها بشكل جيد رغم ضيق العدد او قلة العدد لكنه هو ايه ربنا طرح له فيهم البركة يعني سيطرت فريرة على غرفة الملابس استحوازه بكل القرارات الفنية اعطاءه الصلاحيات الكاملة لا احد على الاطلاق يتدخل في عمله مدياله نجاحات وانا هرجع كل مرة كده هقولك لو انا فريرة استمر مع الزمالك من 2015 لكان للزمالك شأنا اخر في البطولات كان عارف الكيميا بشكل كويس جدا كان مسيطر على اللعيبة بشكل كويس جدا كان في علاقة رائعة تجمع بينه وما بين الجميع من الجانب الفني داخل النادي من هنا كان عنده النجاحات الكبيرة اللي حققها جيسفالدو فريرة دايما بتتوقف عند علامات مضيئة في تاريخ التدريب في مصر منهم فريرة زي ما نسمنه الجزي زي ما مثلا هديكوت المباراة المتبقية للزمالك يا كالتالي فيوتشر وبراميز دول محطتين همتين جدا 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 للزمالك همتين جدا جدا هيبدأ بفيوتشر بكرة ثم براميز بعدها ثم يذهب الى الجونة اللي يعني بيستغيص من اجل نقطة او ثلاث نقاط ثم المقاصة فاركو الاتحاد السكندري بعد الاتحاد السكندري عنده المصري ثم عنده استرنماتشات برضو ليست بالسهلة ابدا على فريق نادي الزمالك يظل الصراع بس انا بقولك انه الدور العام غالبا سينتهي قبل باسبوع او اسبوعين على نهاية اه يعني يعني المساوجة نظري هيحسم يعني قبلها باسبوع او باسبوعين لكنه الدنيا ماشية اه اجمل وافضل واحسن مما كان توقع كل الزمالكوية يعني انهما كانوا يأسوا او كانوا فقدوا الامل في بطولة الدوري النهاردة هم متصدرين البطولة وعن جدارة استحقاقهما ابطال الدوري العام كان فيه جلسة تصوير مبارح ابطال الدوري وابطال الكاس واستحقوا عن جدارة واستحقاق هذا كل ما يدور داخل نادي الزمالك